السلام عليكم كديرين لبس عليكم كل شي مزيان كنتمنى من الله تكونوا كاملين بيخروا على خير وافسحها جيدة ان شاء الله يا رب العالمين اليوم ان شاء الله خوزي خوزي غادي نتقسم معكم هاد الخوزات هادو بالكروية او با لي هي زرعة البسباس اه صراحة اه كيجي ورائعين كيجي ونسمين بهات الكروية دي الكروية راها مفيدة بزاف للجسم ديانه وعند بزاف دي الفوائد مهمة انا ما نقدرش نقولهم كاملين يعني انا في الفيديو انتو ما قلبوا عليها في جوجل ما ان شاء الله عند او حد الفوائد كتير اللي جي سنديانه اه مهم ان شاء الله هنشارك معكم هاد الخوزات كما كتشوفوه كيجي اكثر من رائعين كيجي قطني وكيجي خفيف طريقة جيد مبساطة وناجح مية في المية مقادير بسيطة بدون محسنة بدون سكر اه ان شاء الله اه يعجبكم الفيديو اللي اعجبكم متسوش انكم سبارتاجي وتشجعوني باللايكات والتعليق سبينة ديالكم انتوزوا للمقادير وطريقة حدير وفرجة مبزعة بسم الله على بركة الله كانحتاجوا زلافة ديال الدقيق الفينو وكانحتاجوا زلافة ديال الدقيق الابيض بالنسبة للفينو هو السامد الناعم بالنسبة للاخوات اللي من الدول العربية كانديرو القياس قد قد الفينو قد للفورس هنا عندي جوج معلقة صغار ديال الخميرة هاديرا غير معلقة صغيرة اللي عبرت يعني ديرو معلقة كبيرة عبرت بها وعندي هنا يا الكروية اللي مطحونة ممكن تديروها حبوب انا عندي هنا يا مطحونة بدرسها وممكن تديروها ديروها حبوب كيف ما قد لكم مرة مرة هاكا ندخلو هاد الحبوب هادا حيث ما كان ما كان سهلكو مش بزاف يعني الطريقة باش نقدروا نناكلوهم هي ندخلوهم هاكا في الخبز صافي درت القليل من الملحة صبتوق من الاحسن ما نكتروش بزاف الملحة بالنسبة للناس اللي عندهم الطونسيو صافي مدرت لسكر لساندة لعفوا لساندة لعسل صافي اوضفت شوية ديال المدافع هاكا باش الدوبليا غير هذيك الخميرة لحقا اجلبها الجو بارد صراحة كتكون شوية يعني كان جبتها متلاجة كتكون شوية خزداروني اخوي على شوية ديال المدافع باش تطلق شي شوية الدوب صافي او كان نضيف الماء عادي عجينة عادية جدا ما يمغير كان جمع هاكا كان اخوي الماء او كان جمع هد العجينة هادي الماكن ما كان نقول دائما في الفيديو ديال 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 فيديو ديال الخبز كان نضيفو الماء دائما تدريجيا وحنا كنخدمو بيدنا هاكا صافيحة كن كنجمعو العجينة ومكيبقاش عدنا الدقيق وما كيبقاش عدنا هدو كتكة تولد ديال الدقيق هاكا كنخدمو بيد دينا وحنا في نفس الوقت كن راح كنحسو شنو كاين في العجينة صافيحة كنحصل على هذك القاوام اللي بغيت العجينة ما تكونش قاصحة وما تكونش مرخوفة لانا في كيلة الحالتين غادي تمحنا إلا كانت قاصحة بزا فتمحنا وإلا كانت جارية تانية يعني مرخوفة بزا فيت القياس تانية غادي تمحنا وهم هاكا كنمشو يعني راو حد غير الجمعة خفيفة ما كنديروش واحد المجهود صافيحة غير جمعت العجينة وغادي نخليها ديبا غير واحد عشر دقيق هاكا وعاد باش غادي نرجع آآ ندلكها غير شوية غير تقلبين وحد جوج دقيق حسن ثلاث دقيق صافيحة نرجع تكمشتو معايا غادي ندلكها وحد شوية ولمكن ديرو المر لولا إلا بعد المرة هكا لا آآ إلا جاتني قاصحة ننرش ما فيها بس ترشو ما غاي وقعت شي حاجة ولكن من احسن المر اللولا آآ يعني ديرو القياس دي المهوب هادك وقلبو العجينة هاكا بإيديكم صافي تحسو بها رطيط باق صافي خليوها آآ وخذكم شوية عمدتوقو حسن في ذك عشر دقيق اللي كنخلي هو الفينو راح كي اي دقيق دي القمح آآ اللي هو الثاميد ناعم راح كيشرب الفينو راح كيشرب في ذك عشر دقيق اللي كنخليه العجينة ترسح وحد شوية راح كتزيد تشرب شوية دي المه يعني من اللول شوية نديروها وحد شوية مرخوفة الوحد شوية اللي كنخليه وذك العشر دقيق آآ كنعودو نحنلو علاقا لقاوه شربات حيتها ذاك الفينو راح كيما كتشوفو معروفة راح بحل بحل سميدة كيشرب صافي كيما قليكم من اللي آآ طلقتها من اللي دلقتها وحد شوية داس عشر دقيق دلقتها وحد شوية تقريبا وحد جوج دقيق ولا ثلاثة دقيق عقا صافي ورجعتها في هذك البول هذك وسديس عليها وخليتها تخمر تقريبا غير النص دي الخميرة غير النص ما خليتهاش حتيت ضاعف الحجم دياله مية في المية لا خليتها غير شوي حيضا نخليها تكمل تخمر آآ الخميرة ديالها في اللاطا صافي ملي آآ تقريبا نخليتها وحد آآ تلاتين تقيقها كذبرة الجو بارد للخميرة اللي جينها مكتخمر غير بالزز الجو بارد المهم اللي حيتها تقريبا ساعة تقريبا حيتها كمشتوا معايا قسمتها غير على جوجة الخبيزات رهجة وكبار تلقيها سادة راي خرجوا لكم حترة بعد الخبزات صغيرين او خمسة انا صراحة ما قلت من الاحسن دير غير جوج في اللاطة صافي كمشتوا معايا صافي شكلتهم آآ كويرات صافي وخليتهم غطيتهم بذيك السربيزة وخليتهم يرتاحوا تقريبا واحد خمسة تقريبا كيرطابوا ضغيك يجيون ساهلين في التقراس صافي وماللي كيرطابوا كمده نقرسهم كنرشب شوية ديال دقيق ديال الفينو او كنقرسهم قرسهم هنا في هاد اللاطة كمشتوا معايا اللي فرشت لها الورق ديال الطهي او ممكن لما عندكم شد احنو ترشب شوية ديال الفينو متقوي مش الزيت غير شوية صافي وغطيتها آآ نغطيوها مزيان كمكتلكم الجو بارد آآ درورة نغطيوها شوية مزيان صافي وغطي نخليها تخمر آآ صراحة مخدتش بزيف شي تولوت ساعة صافي وفي نفس الفران قبل آآ قبل شي عشرة دقيق قبل يعني درورة خط الفران يكون سخون من زيان ملي قرسها خليت قريبا شي عشرة دقيق وشعت الفران صافي وخليت ثانية عشرة دقيق ايادي يعني تولوت ساعة اللي خليتها صافي وكن دخل آآ آآ كندخل هاك ملي كي تخلي الفران كندخل اللاطة كنشعر غير ملي تحت ما كنشعرش ملي فوق ولتحت كنشعر غير ملي تحت صافي حتى كيتنفخ الخبز الخبز اللي كان واخد حقه في الخميرة وذكشرة كي يجي مزيان تخليه الشان يخمر بزيف يخسر في العجين ومدلو الشان يفطير صافي ملي كيبان يتنفخ وراع طعب ملي تحت كنهبطو لتحت كيتحمر ليه الوجه ديالو كيجي على هاتشكلة اذا كيما كتشوفو معايا آآ يعني طريقة بسيطة لانو النتيجة اكتر من رائعة كي يجي خاطير انا متأكدة ليه جربته هتا الطريقة هنالطريقة هادي معتمدة عندي صراحة آآ هي اللي كان ديال اللي اني ممكن مغيش ناااا نقطر عليها بزاف ديال الطرق صافي نجحت ليو حالطريقة صافي كتول لي معتمدة كمقا هي اللي نخدم بيها باش ما باش ما ندخش بزاف وصافي او كنقدموه معا شي كويس ديالة ساي او مع مع مرايقة او مع ما احبي صغير مع الزيت بلدية وانا مع مع الزبدة كيجي اكثر من رائع كيجي مفشفش وكيجي ارتب او مع ديك الكروية الصراحة اللي هي الصحية كنتمنى الفيديو يجبكم كنقول لكم مع فيديو جديد